طبعا برحب بحضراتك مرة تانية كابتن أيمن وتحياتي طبعا لكابتن الكبار كابتن مصر عايزة استأذن طبعا كابتن الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميوب الكابتن السابع رابل كابتن عادل عبد الرحمن طبعا اسمحولي بأديد دقايق طبعا برحب بيهم مرة تانية كابتن الكبار طبعا اللي بنستمد الكتير منهم خلينا نقول لك هنا من داخل يعني الاخر استعدادات فريق النادي الآلي لهذه المباراة وسط أجواء يعني فيه ارتفاع فيه نسبة الرطوبة عايزة أكد كلامي لكابتن شريف عبد المنعم كلامه واحترام المنافس والتحضيرات المهمة جدا العملها مستر ريكاردو سواريس وقال للعبين ضرورة عدم النظر لفريق الجونة وموقعه في جدوى الدوري شايفين الفريق النادي الآليل دلوقتي بيقادل العمليات الإحماقية حالة من التركيز عند اللعبين الأجواء هنا أكثر من رائع مستر ريكاردو سواريس أسنع على أرضية الملعب لكن طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن أيمن طيارات الأوى في كل مكان داخل أرض الملعب أعايز أوضح بس نقطة مهمة لطريق لعب فريق الجونة وهي طريق 3-4-3 هيكون في حراسة المرمى عماد السيد قدامه 3 مساكين عمر طارق رقم 3 ومحمود الجزار 4 ومحمد نجيب 23 قدامهم 4 في منتصف الملعب إسلام محارب 22 علي زعزع 88 سيف العجوز 77 ومحمود الشبراوي رقم 7 النهاردة الكابتن تامر مصطفى بيدفع به عمر سعداوي في مركز الجناح المواجم ويعني ثلاثة مواجمين عمر سعداوي وكريم مطارق وخالد أمر وطبعا عمر سعداوي واحد من اللعيبة يعني أكيد الكابتن عادل عبد الرحمن كان من اللعيبة الفريق السبعة وتسعين اللي تولى طبعا القيادة الفنية اليوم ويعرف الكتير عن عمر سعداوي لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي العلي في هذه المباراة الأجواء ووجود الجمهير عاملين حالة من السعدة لدى اللعبين وتشجيعهم للعبين خصوصا أن دي أول مباراة لمسر ريكاردو سواريس في وجود جمهور النادي العلي أبدأ سعدته والجاز معهم بوجود جمهور النادي العلي أنا موجود معك كابتن عامل لو في أي استفسار أو أي تساول خلينا نتكلم شكرا فاروق شكرا فاروق